بينما ينادي العالم برعاية الطفل ووقف انتهاك حقوقه، لا تزال الطفولة في فلسطين سجينة الزنازين. الأطفال الفلسطينيون دون الثامنة عشر عاماً أسهلوا الأهداف للقوات الإسرائيلية. فنحو ألف طفل أعتقلوا منذ مطلع العام الحالي، لينضموا إلى ثلاثمائة وخمسين آخرين في معتقلي مجدو وعوفر ومراكز أخرى في القدس. الأرقام التي ذكرها نادي الأسير الفلسطيني تظهر بجلاء توسع الاحتلال الممنهج في اعتقال الأطفال. يعتقل سنوياً بين خمسمائة وسبعمائة قاصر فلسطيني، ويقدم الكثيرون منهم لمحاكمة غير عادلة خلافاً للمعايير الدولية. يتعرض هؤلاء إلى الاعتداء بالضرب، ويزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق، وتمارس عليهم جميع إشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كشفت العام الماضي أن أكثر من ثمانين من الأسرى الأطفال يفتشون عراتاً في المراكز الإسرائيلية. يرجع ارتفاع عدد المعتقلين من الأطفال هذا العام إلى شيوع ظاهرة الاعتقال الإداري في صفوف القاصرين دون تهمة، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وكان مركز أسرى فلسطين للدراسات أشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 17% عما كان عليه قبل اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها من تل أبيب. حنين الشولي العربية